السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب من الاسئلة اللي انا يعني بستغربها جدا والمشاكل اللي بتجيني على القناة او بتصلني على المسينجر او على الرقم الواتس اللي احنا حطينه في وصف القناة طبعا الرقم الواتس ده مخصص لاسترجاع القنوات المهكرة ولكن اي سؤال يكتب فيه تعليقات القناة في التعليقات ويكتب سؤالك واحنا برود على الاسئلة وبنعمل بث مبشر من الوقت الاخر من الاسئلة الغريبة جدا او المشاكل اللي بدأت تنتشر علي احد يبكلمني مثلا سواء كالراجل ولا ست يعني مهم ايه يعني مش عارف يدخل على قناة تمام بيشوفنا طبعا بقت ان احنا ايه يعني بنرجع قروات مهكرة وكلام ده فيدخل بقى ترسلي بقى على الواتس وكده طيب ايه المشكلة يقولك ان انا جهازي مثلا اتفرمط وما فيش مشكلة حاول تدخل عادي لعمل السير داد لأ اما انا مش فاكر الاميل يا باشوانز ومش فاكر رقم التليفون ومش فاكر كلمة السير او اللهي ده بدأ فاكر ايه يعني بيلي عليك ان تدخل تشتغل على السوشال ميديا والتعب والتعب نفسك ليه يعني كان صعب ان انت حطت ورقة كده وتكتف فيها بياناتك وتعينها معك يعني تخيلوا يا جماعة ما هوش فاكر اي حاجة نهائيا يعني عارفين انتو يعني معرفش الصراحة يعني اكتبو لي في التعليقات ازاي الحالة دي تحصل يعني ازاي ان انت ما كنش فاكر ايميل قناتك اللي انت مسجله ازاي ان انت مش فاكر رقم التليفون اللي انت مسجل به ازاي ان انت مش عارف رقم السري يعني كل حاجة ما انتش عارفها طب انا انا هدخل انا هعمل السير داد لايه يعني انت مش مديني اي بيانات مش مديني فرصة اصلا ياخد ديني فرصة ان انا ساعدك ادي لي فرصة ان انا ساعدك اساعدك ازاي وانت ما عندكش اي بيانات طبعا انت بقت ما تسألش وتقول يرجع عن طريق بريدر السرداد ازا كان هو ما يعرفش رقم تليفون ولا يعرف ايميل هتسألو عن بريدر السرداد هو ما يعرفش يعني ايميل السرداد اصلا ويه فايدته ملخص الكلام يا جماعة والله بجد ده بيعرض علي اقسم بالله ما بهزر والله والله ما بهزر اه علشان ما طولش عليكم ولولي طول في التعليقات تمام وهو ايه هو ان انت انت بياناتك تكون كتبها في ورقة بيانات حساب او ايه قناتك تكتبها في ورقة بيانات الفيسبوك تكتبها في ورقة القناة دي او القناة اليوتيوب بتتعمل بايه بتتعمل بحساب جيميل حساب الجيميل ده ليه كلمة سر وليه وسائل امان واسترداد يوم ما انت هتغير تليفونك يوم ما انت تليفونك هيروح منك يوم ما انت هيتسجل خروج تلقائي من جهازك كده وحيلا بيحصل يطلب منك اثبات دخول تاني مرة فيبدأ يطلب منك بياناتك يكون معك ايميل قناتك معك رقم التليفون ورقم التليفون اللي هو مستخدم في انشاء الجيميل اول ما عملته ده مهم جدا جدا على فكرة مهم جدا حتى لو انت بعد كده دخلت رقم تليفون كوسيلة استرداد في الايميل الرقم الاساسي ده مهم جدا تيجد غير الجهاز يجي كود عليه يقول لك دخل الرقم ده لو مش شغل معك مشكلة وبالتالي رقم التليفون الاساسي اللي انت انشأت به الجيميل مهم جدا جدا ويكون مسجل باسمك علشان حتى لو راح منك تقدر تروح تطلع شريحة بنفس الرقم والله مهم جدا وانصحك ان انت رقم التليفون اللي انت بتستخدمه للتأمين مش تستخدمه لأي حاجة تانية لا تستخدم يا جماعة رقم التليفون للاتصال للناس واي حد عايز يكلمك لا رقم التليفون ده يكون محطوط كده في جهاز ويكون مخصص فقط للتأمين حساب الفيس تأمين حساب الجيميل الكلام ده كله ميفحش حد يعرفه يبقى انت عندك اللي هو رقم سري تحقق بخطوطين معمول تحقق بخطوطين ده معمول برقم التليفون رموز احتياطية عندك مكتوبة عندك رموز السردات كل ما انت يكون عندك معلومات اكتر كل ما ان انت هتقدر ان انت تسترد حسابك بسهولة انت بنفسك تدخل كده من جهازك وتسترد حسابك اذا قلت انت صاحب الحساب ومنتش فاكر منتش فاكر بياناتك انا كحد ما عرفكش اصلا انا هتذكر بياناتك وانا ساحر يا اخي انا ساحر مسلا يعني لازم يكون عندي بيانات تديني فرصة ديني فرصة ان انا اشتغل معك وساعدك حاجة مهم جدا ايميل السرداد لازم ايميل اللي هو بتاع القناة ده بيكون داخله حاجة اسمها ايميل السرداد يعني ايميل تاني بستعين بيه وابدأ ان انا حطه كايميل السرداد لو حصلت مشكلة ابدأ ان انا استردد عن طريق هذا الايميل طبعا الكلام ده كله احنا شرحناه في فيديو اسمه انشاء جيميل لكن طبعا محدش بيشوف اللي لما يحصل له المشكلة لما هو مش عارف يدخل على قناته تمام بيبدأ ان يبحث كده في البحث اليوتيوب يظهر له بقى قناة من قناة الشروحات من ضمنهم مثلا قناتنا يدخل بقى يكلمني رجع لي القناة مفيش بيانات ارجع لك ازاي القناة انا يعني انت جننتيني انا ارجع لك القناة زي وانت معندكش اي بيانات نهائيا فبرد عليهم مثلا خلاص يعمل لك القناة تانية وانت مش فاكر اي شيء هساعدك بيه فلاقي الرد ده القناة عليها مشتركين كتير انت جبت المشتركين دوله زي اصلا انت وانت مش عارف يعني ايميل ويعنيه رابط ويعنيه تأمين قناة ويعنيه بيانات تكتب معاك يا جماعة بجدر ام استغرب جدا والله لهذا الوضع بامانة يعني يا جماعة الشغل على سوشيل ميديا والله ما هو كده ما هو بالسدر كده داخل بالسدر وخلاص لازم نتعلمها ارجوكم اتعلموا الحاجات دي لنفسكم والله حتى لو مش هتشتغل على اليوتيوب يعني انسى اليوتيوب انسى قناة اليوتيوب يعني انسى اليوتيوب خالص انت مش بتعمل حساب جيميل ده بيكون مهم جدا فيه ناس عندها حساب الجيميل هي كل حياتها كل شغلها او حساب فيسبوك مثلا او على او اي حاجة لازم تكون عارف التأمين ازاي وازاي بيتم التحكير ولو انا نسيت ولو انا تم خروجي من هذا الايميل اعمل ايه لازم يكون عارف الكلام ده جماعة اكتب كده في جوجل وكتب في الي يوتيوب وتابع قنوات شروحات مش شرط قراتنا تابع اي قناة تانية براحتك المهم ان انت تأمين تأمين حساب الجيميل مهم جدا يكون فيه اكثر من وسيلة علشان لو حصل شيء اقدر ان انا اعمل استرداد اعمل ريكافوري اعمل ريكافوري ونسيانك لبياناتك انت بات المسؤول عنه نسيانك لبياناتك انت المسؤول عنه انا مثلا واحد من الناس دي شمطة اللابة هي اطورة انا واحد من الناس هوريكم شوفوا بصوا طبعا هي تهرت خالص دي ايه دي نوتا هي تجمع كتب فيها بيانات انا مش مقول هتذكر هتذكر كل بياناتي اشي مثلا حسابات جيميل فيسبوك معرفش مثلا حساب بنكي هفتكر الحاجات دي كلها ازاي وطعب نفسي ليه والذاكيره عندي تتميلي ليه كتبهم في ورق في نوتا هيت معي انا ماشي لابطوب معي هوت ودي النوتا معي ومأمن حساباتي بفلاشة الامان يو اس بي سيكورتي كي مقدرش ان انا نفسي مقدرش ان انا افتح حساباتي بدون فلاشة الامان وشرحتها في انشاء جيميل اكتب كده في بحس اليوتيوب انشاء حساب جيميل العلم والتكنولوجيا وابدأ ان انت اأمنه بكل وسائل الامان واقوى حاجة في التأمين هي فلاشة الامان دي فلاشة لازم ان انت يتحطها عشان تبدأ ان انت تفتح يعني لو انا جات افتح حدراتي جيميل عندي على هزا الجهاز مسلا او جهاز غريب على جهاز غريب يقول لك ايه يقول لك حط الفلاشة اروح اجحط الفلاشة كده معلم بالوصلة هيت وروح اتصباعي يبدأ ان يقراها يعني مسلا حتى حساب بي بال بتاعي انا مع منه بالفلاشة ما اقدرش ان افتح حساب بي بال غير بالفلاشة لذلك اي هاكر اي هاكر ما عليش يعني احنا مندردش مع بعض اي هاكر بيسرق قناة بيسرق حساب جيميل طبعا احنا منتعرض للكلام ده كتير عشان حنا منرجع لقناة المهكرة بيبدأ ان هو اول حاجة يعملها ان هو يخرج صاحب القناة ده خالص او صاحب الجيميل ده خالص يبدأ يعمل ايه ويبدأ ان هو يضيف فلاشة امان يبدأ ان هو يحمل حساب بفلاشة امان تقريبا يا جماعة تسعة وتسعين فاصلة تسعة في المية من حسابات الجيميل والقنوات اللي بيتم تهكرها وسرقاتها الهاكر بيستخدم فلاشة امان تقريبا يعني تقريبا مية في المية فانت حاول تشتير فلاشة الامان وتقمن بها حساباتك ولها عدد غير محدود من حسابات الجيميل وشرحنا كلام ده كله في الفيديو اللي هو انشاء جيميل اكتم كده زي ما قلت لك في بحث اليوتيوب انشاء حساب جيميل العلم والتكنولوجيا ويبدأ ان نتشوف الفيديو وامن حساباتك وحطها معك في نوتة حتة نوتة كده عينها معك يا سيدي هتقولي النوتة ما هتروح مني يعمل لك نوتين يا سيدي اللي تعمله هنا عمله في نوتة تانية هتقول لي احنا فاضين ما هي حاجات دي مهمة ما انت شغلك كده هيروح عليك لما يكون عندك قناة وعملت الم في المشتركين عشان يجي لك خمسين مشترك الف ومشترك ولا يكون قناة عليها عدد كبير من المشتركين بتصعب على الواحد والله بتصعب على الواحد يعني الناس اللي بيكلمينه دول بيصعبوا علي بس انا ساعتهم ازاي ساعتهم ازاي هو نفسه يعني مش هيساعد نفسه ما بيسمحش الكلام هو اصلا في حياته ما شافش فيديو تعليمي هو واحدة شافت اه معباس سكنة جنبها عاملة قناة يوتيوب وكده وبتربح فعمل القناة ما فكرتش انها تشوف فيديو تعليمي ازاي تعمل ايميل ازاي تنسق قناتها يا جماعة اهتموا بالمحتوى التعليمي لنفسكم لنفسكم واللهي طور من نفسك لنفسك هتجيب ارباح مش هتجيب ارباح مش مشكلة يعني تكون عارف اساسيات التعامل مع السوشيال ميديا فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في تعليقه المثبت حبيت ان انا دار دش كده معاكم مع السلامة